هاي بيبو الكلنا نعاني من خوف هذا الخوف امر طبيعي ويمكن يكون عنده مبرر او لا ويسمي العلماء الخوف اللامبرر بالفوبيا او الخوف المرضي اللي انا بعرفه شخصيا انه عندي فوبيا المرتفعات وكتير من الناس عندهم هذا الخوف وكما نقوله في تونس ما نجمش نقف في البلايس العالية ما كانش نضوخ يعني بالعربية انا لا يمكنني الوقوف على البلايس العالية لانه سيغمى علي لذلك اكتشف العلماء طريقة عصرية وحديثة للتغلب على هذه الفوبيا وهي بواسطة العالم او الواقع الافتراضي تتم العملية بوضع النظرات اللي بدكم تشوفوها على سكرين ورح تخلي المريض يراء ويعيش مواقف صعبة ومرعبة رح تساعده على التغلب على خوفه مثلا يجد نفسه مجبور انه يعبر جسر افتراضي لكن من وجهة نظره الجسر مو افتراضي او انه يقف فوق مبنى عالي متكون من عشر طوابق او ينقذ قطة من فوق حافة وهذه الاكسبرينس رح تخليهم ما يخافش من المواقف اللي يمكن يتعرض لها في الحقيقة وهذا العلاج باهي برشا يعني منير لانه بيساعد المريض على مواجهة خوفه دون مواجهة خوفه يعني بيساعده على مواجهة الخوف متاعه بطريقة لا مباشرة اشتركوا في القناة